أهلا ومرحبا بكم في الأدعية المطلقة حزب الدعوات القرآنية نبغي لكل ذاكر ألا يهمل الأدعية القرآنية المباركة بل يقدمها على كل حزب مشتمل على الأدعية المأفورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن حق كلام الله عز وجل أن يقدم على كل كلام وإن كان كلام نبي من الأنبياء عليهم السلام بل كلام خاتمهم صلى الله عليه وسلم لأن السنة تتلو الكتاب وإذا ختم حزبا شرع في الحزب الآخر وقدم عليه هذه الدعوات وأغلب هذه الدعوات هي جزء من الآية وليست نص الآية الكاملة في البداية يتعوذ ويبسمل ويقرأ فاتحة الكتاب أولها ثناء وآخرها دعاء وهي من كل داء شفاء ولكل سق من دواء ثم يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أسلمت لرب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظهما وهو العلي العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنا به كل من عند ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهولنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حزبنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقن عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على أرسلك ولا تقذنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على أرسلك ولا تقذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صغرا وتوفنا مسلمين سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أنت ولينا فغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا تجعلنا فتنة أي موضع فتنة والمعنى هو لا تسلطهم علينا حتى يفتنوننا عن ديننا ونجنا برحمتك من أيدي القوم الكافرين وفي هذا دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وأقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب ازدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اغبنا هولنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما رب هولي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تغزني يوم يوعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين عسى ربي أن يهديني سواء السبيل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تغهرون اللهم فاطئر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني توت إليك وإني من المسلمين تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سوقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابني لي عندك بيتا في الجنة رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم